كل عام وتحديدا في شهر آب اعتاد الحاجح سين جاسم على بيع التمور التي يقوم بقطفها من بستانه القريب بعد جمعها في سلات صغيرة حسب أصنافها ثم يقوم بعرضها أمام المراء نضمن بستان ونبدأ نحوي بهذا الموسم هذا الشهر مننا النزلة مثلا للبقارلا السوب مننا نستعر بيهنانة أما الأنواع المتواجدة عندنا الشكر عندنا البربان، عندنا المكتوم، عندنا الثبرزل، عندنا الابرايم شهر آب هو شهر نضوج التمور وحصادها حيث تشهد الأسواق العراقية في مثل هذه الأيام وجود أصناف مختلفة من التمور أبرزها البرحي والحلاوي والخستاوي والعمراني والخضراوي والمكتوم والبربان فضلا عن أصناف أخرى تمثل وجبة أساسية للمائدة العراقية بمذاقها اللذيذة يعني يوميا الظهر لازم معون تمر وغلاس لبن هذا لازم وجبة أساسية بالأكل فكل العراقين يفضلون هاي الأكل أسأل تشهد وجبتنا العراقية بكل مناسبة ما تخلوا من التمر وزارة الزراعة أشارت مؤخرا إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد النخيل بعد منحها إجازات جديدة لإنشاء بساتين أن تعمل بنظام الزراعة النسيجية ما أدى إلى زيادة كبيرة في إنتاج التمر لكن رغم زيادة الإنتاج فإن بساتين النخيل تواجه تحديات الجفاف والعواصف الترابية ادخال بساتين جديدة ضمن الخطط التي عدتها وزارة الزراعة نتيجة لمنح الإجازات ممارسة مهنة الزراعة في البستنة ومنح إجازات للبساتين وهذا حقيقة شيء يفتخر به نتيجة اللي يكون هناك وصلنا إلى أعداد كبيرة بعموم العراقية 17 مليون نخلة الكل يعلم أن شحة المياه قد أثرت تأثير كبير على الواقع الزراعي وخصوصا البساتين نتيجة لانقطاع المياه وفي ظل زيادة إنتاج التمر يأمل مختصون أن تعمل الحكومة على تجديد الكثير من البساتين التي تعاني من تقادم أعمار النخيل والإهمال الذي أصابها طيلة السنوات الماضية فقد العراق الكثير من أصناف التمر النادرة خاصة في محافظات البصرة وميسان بسبب الحروب والتجريف العشوائي للبساتين على أمل أن تعوض هذه الأصناف من خلال دعم القطاع الخاص في إنشاء بساتين متخصصة بأنواع التمر النادرة لحمايتها من الاندثار ميثم الشباني الحرة الديوانية